ملك المغرب محمد السادس اتكلم في خطابه مساء أمس بمناسبة مرور عشرين سنة على توليه الحكم على هذا المشهد ووجه رسالة حقيقية وإيجابية للجزائر الشقيقة فإننا نؤكد مجددا التزامنا الصادق بنهج اليد الممدودة ججاه أشقائنا في الجزائر وفاء منا لروابط الأخوة والدين واللغة وحث الجوار التي تجمع على الدوام شعبين الشقيقين وهو ما تجسد مؤخرا في مظاهر الحماس والتعاطف التي أبر عنها المغاربة ملكا وشعبا بصدق وتلقائية داما للمنتخب الجزائري في ذلك أسفريق للأمم بمثل الشقيقة ومشاطرتهم للشعب الجزائري مشاعر الفخر والاعتزاز بالتتويج المستحق بها وكأنه بمثابة فوز للمغرب أيضا فهذا الوعي والإيمان بوحدة المصير وبالرصيد التاريخي والحضاري المشترك هو الذي يجعلنا نتطلع بأمل وتفاؤل للعمل على تحقيق من المغاربية الشقيقة إلى الوحدة والتقامل والاندماج ندعي من كل لبنى أن تحل مشكلة الحدود المغربية الجزائرية في أقرب وقت ممكن والشعبين متضررين بشكل كبير وهم بالإدفاع التمن ملك المغرب تحدث عن إصلاحات قادمة في المغرب وقال إن الحكومة مقبلة على تعديل في تشكيلتها 2 أكتوبر اللي جاي وطلب من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن يقترع عليه شخصيات لإثراء مناصب المسئولية الحكومية والإدارية وأنه يضخ فيها كفاءات وطنية جديدة وفي هذا الإطار نكلف رئيس الحكومة بأن يرفع لنظرنا في أفق الدخول المقبل مغسراحات لإغناء وتجديد مناصب المسئولية الحكومية والإدارية لكفاءات وطنية عالية المستوى وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق وهذا لا يعني أن الحكومة الحالية والمرافق الأممية لا تتوفر على بعض الكفاءات ولكننا نريد أن نوفر أسباب النجاح لهذه المرحلة الجديدة بأقليات جديدة قادرة على الاصتقاء بمستوى العمل ولتحقيق التحول الجوهري الذي نريده ملك كمان في خطابه أعلنت عن تشكيل لجنة خاصة بوضع نموذج تنموي جديد للمغرب وقال إنها مش هتكون حكومة تانية لكن لجنة استشارية فقط إنني في الحقيقة لا أميل شخصيا لإحداث اللجان خاصة لأنها أحسن طريقة لدفن الملفات والبشاكل ولكننا بادرنا لإحداث في بعض القضايا ذات البعد الوطني كالجعوية والدستور ومندونة الأسرة وهيئة الإنصاف والمصالحة وحرصنا شخصيا على متابعة أشغالها فكانت نتائجها إيجابية وبناءة وفي هذا الإطار قررنا إحداث اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي التي سنقوم في الدخول المقبل إن شاء الله بتنصيبها وقد رعينا أن تشمل تركيبتها مختلف التخصصات المعرفية والروافد الفكرية من كفاءات وطنية في القطاعين العام والخاص تتوفر فيها معايير الخبرة والتجرد والقدرة على فهم نبض المجتمع وانتظاراته واستحضار المصلحة الوطنية العليا سيبك من ده نقطة بقى اللي إحنا مهمة في هذا الموضوع اللي جاءت في خطاب ملك المغرب هي القرارات اللي صدرت بالعفو عن العديد مئة المعتقلين واللي منهم بعض معتقل الرأي بعد كلمة الملك مباشرة وزارة العدل المغربية أصدرت بيان عن عفو ملكي عن أكتر من 4600 شخص من بينهم معتقلين في حراك الريف ومعتقلين في قضايا إرهاب قاموا بمراجعات فكرية عفو أصدروا البلك عن 4764 شخص المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة ومناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش العنوان الرئيسي لطيف جدا لكن التفاصيل بقى أهالي كتير من المعتقلين لم يروها إيجابية بالشكل الكبير اللي انتظروا الناس لأيام وأسابيع وشهور قرار شكل صدمة عند شريحة كبيرة من أهالي المعتقلين وداخل الأوساط الحقوقية اللي كانوا بيتطلعوا لغلق ملف المعتقلين السياسيين نهائيا ليه بيقولوا كده لأن العفو الملكي شمل 8 نشطاء بس من ال4700 وحاجة اللي معفي عنه 8 نشطاء ناصر الزفزافي زعيم حراك الريف حكم عليه بعشرين سنة لم يكن من ضمن هذه الأسماء والد ناصر كان لي تعليق على قرار العفو الملكي كشف أحمد الزفزافي والد قياد في حراك الريف ناصر الزفزافي ورئيس جمعية ثفرة لعائلات المعتقلين إن القرار شمل 8 معتقلين من بين 63 معتقل على خلفية الحراك يعني في 63 معتقل في حراك الريف 8 بس اللي شملهم القرار المستفيدين من العفو الملكي طبقا لوالد ناصر كانوا من نزلاء سجنية عين عيشة بتونات وسجن بوركايز بفاس مشيرا إلى أنهم كانوا محكمين بفترات سجن صغيرة قصيرة وكان بعضهم قريبا من إكمال الفترة دا حديث أبو ناصر قائد حراك الريف يقول الزفزافي لا يحق لنا أن نسأل ولهم الحق أن يسألونا أو يعتقلونا دا عين عائلات باقي المعتقلين وخصوصا مجموعة ناصر الزفزافي إلى الواقعية ما خصناش نعيش على الأوهام بالنسبة للفاس أما الآخرين ممكن لأنهم وقعوا على ملتمسات العفو بيقول إحنا مش بنعيش على وهم لأن إحنا عارفين الدنيا ماشية إزاي في ناس تانية من أهل المعتقلين عايشين على وهم لأنهم مضوا على التمسات من جلالة الملك بالعفو يعني كان فيه أمال كبيرة خلينا أقول لحضرتك أنه العيد الجلوس على العرش العشرين العشرين ماشاء الله ربنا يزيد ويبارك ماشاء الله العشرين يحوي تفاهم أكبر وصدر أوسع مع المعتقلين وخصوصا معتقلي حرك الريف